ذلكم الله أي اعلموا أن فاعل ذلك هو الله القوي العزيز القادر العليم فإذا كان الأمر كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد الذي يفعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد ولذا قال بعدها فأنا تؤفكون كيف تصرفون عن هذا أين تذهب عقولكم كيف لا تعبدون الله تبارك وتعالى الذي يفعل هذا وهذا وهذا سبحانه وتعالى وهذا السؤال أن تؤفكون أي من أي وجه تصرفون عن الحق وهذا استفهام استنكاري تعجبي كيف لكم هذا كيف تؤفكون كيف تصرفون عن عبادة الله وتعبدون ما لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا يخلق ولا يعطي ولا يمنع تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فالق الإصباح فالق الحب والنوى كيف تصرفون عن هذا وقال أن تؤفكون ولم يذكر فاعل الأفك لهم هنا من الذي أفكهم أي صدهم وصرفهم لم يذكر فاعل لأن الفاعلين كثر يصلح أن الذي أفكهم أي صدهم الشيطان فقال فبعزتك لو غوينهم أجمعين ويمكن الذي أفكهم النفس الأمارة بالسوء واتباعه الهوى ممكن رفقاء السوء يمكن الوالدان فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ففاعل الأفك وهو الصرف والصد متنوع ولذلك لم يذكره وإنما جعله ابنين المجل قال فأنا تؤفكون انظروا من الذي أفككم من الذي صدكم من الذي صرفكم عن عبادة الله تبارك وتعالى وفيها قراءتان فأنا تؤفكون وأنا توفكون يعني الواو بهمزة أو الواو بدون همزة توفكون شكرا